فالمؤمن الموحد يدعو الله عز وجل ويستغيث بالله عز وجل وإذا أصابه شيء لجأ إلى الله عز وجل فأمره في استقرار وفي عزة وفي طمأنينة التوحيد أعظم أسباب دخول الجنة ومفتاح دخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى وهو سبب النجاة من النار لن يدخل أحد الجنة بعمله وإنما تدخل الجنة بفضل الله وأعظم أسباب دخول الجنة بل مفتاح دخول الجنة هو توحيد الله سبحانه وتعالى وكل سبب رتب عليه دخول الجنة لا يكون سببا لدخول الجنة إلا مع التوحيد الصلاة سبب لدخول الجنة لكنها لا تكون سببا لدخول الجنة إلا مع التوحيد الصدقة الإحسان إلى الفقراء سبب لدخول الجنة لكنها لا تكون سببا لدخول الجنة إلا مع التوحيد من حافظ على السنن الرواتب مثلا موعود بدخول الجنة لكن ذلك لا يكون إلا إذا كان مع التوحيد لأن الشيء إذا خلا من التوحيد لم يكن عبادة لله سبحانه وتعالى فالتوحيد سبب لدخول الجنة وسبب للنجاة من النار كما ثبت ذلك بالأدلة الكثيرة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إذن يا عبد الله يجب عليك أن تعلم عظم نعمة التوحيد يجب عليك أن تحب التوحيد وأهله إذا ذكر التوحيد يجب أن ينشرح الصدر وأن يفرح المؤمن وأن يسعى لأن يحقق التوحيد وأن يحذر حذرا شديدا من الشرك وأن يدعو إلى التوحيد بحسب استطاعته وأن يصطبر على العمل بالتوحيد وعلى الدعوة إلى التوحيد فإنه ما دعا أحد إلى التوحيد لأن شياطين الإنس والجن يبغضون التوحيد ويعلمون أنه إذا قام سوق التوحيد كسدت بضاعتهم وفسدت دعوتهم ولذلك يحاربون كل من يدعو إلى التوحيد يصطبر على العمل بالتوحيد ويصطبر على الدعوة إلى التوحيد